هذه الطلعات الجوية لطيران الجيش في قاطع بادية السماوة أصبحت من الإجراءات الاحترازية اليومية بالتزامن مع اشتداد عمليات القتال في معارك تحرير الموصل البادية الممتدة حتى الحدود العراقية السعودية والكويتية والمتصلة بالمناطق الغربية قد تكون ملاذا للهاربين من أفراد داعش من جبهة الموصل أو ممرا سهلا يقصده التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق وسط وجنوب العراق حيث تصنف رسميا بأنها خاصرة رخوة بادية المحافظة تعتبر الخاصرة الرخوة للمحافظة والمحافظات المجاورة كون هناك طريق صحراوي مفتوح على طول الحدود مع المحافظات المجاورة وأقصد النجف وكربلاء والأنبار معلوماتنا الاستخبارية تفيد إلى استهداف المحافظة عن طريق البادية كتداعيات لمعركة تحرير الموصل التنسيق المشترك بين عدد من محافظات الوسط وجنوب ونشر العديد من القوات الأمنية في عمق البادية رغم أنها لا تضاهي تلك المساحة الشاسعة لكنه عضد بالاعتماد على الجهد الاستخباري كانت الخيارات الفاعلة في هذا الجهد بحسب الجهات الأمنية هنا سيما وأن آخر عملية إرهابية نفذها داعش كانت عبر سيارة مفخخة جاءت من هذه البادية لكنها أجهضت في مدخل المحافظة الجنوبي هناك تنسيق بينها وبين المحافظات كربلاء النجف الديوانية بالتنسيق مع قيادة عمليات الرافدين عدنا حاليا قوة منتشرة بالبادية نشرناها خلال الفترة هذه عدنا استطلاع جوي مباشر بالمنطقة بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية والأمنية في المحافظة وكذلك مصادرنا الخاصة ولعل ما جرى في كاركوكا والرطبة من أحداث أمنية متوقعة تظهر محاولات داعش لفك الضغط الذي يواجهه في معقله الأخير في العراق يستجي أن تكون الخطط باتجاه تأمين مناطق الوسط والجنوب والتي يعتبرها داعش عنقا ستراتيجيا للقوات الأمنية التي تقاتله في الموصل وأن استهدافها له أبعاد نفسية ومؤثرة على المقاتلين هذا التنظيم يعتمد ستراتيجية مهمة عندما يخسر مناطق ويخسر مساحات يلجأ دائما إلى ضرب بعض المناطق الرخوة ويحاول أن يفك الحصار عن قوات المستهدفة من قبل القوات الأمنية والحجد الشعبي وإضافة إلى ذلك التنظيم يعتمد بشكل أساسي على البروبغندة على الدعاية من السماوة أحمد السعيدي الحرة ترجمة نانسي قنقر